من لي صلاتي بليلة القدر عرشو الأمير مغيب البدري خلى المحراب منك علي وغيم الحزن فيه جلي خلى المحراب منك علي وغيم الحزن فيه جلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أب القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معظم الله جورنا وأجوركم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه ذكرت في الليلتين الماضيتين أن علي عليه السلام كان من دأبه أنه لا يتوقف عند المعنى الظاهر للآية القرآنية بل إنه كان يغوص في أعماق الآية القرآنية ويستخرج لنا منها دررًا فكرية وأخلاقية وروحية وشرعية وغير ذلك وهو القائل عليه السلام ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنهم ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودوى أدائكم ونظم ما بينكم كل هذا موجود داخل القرآن الكريم ولكن اسعوا أن تستخرجوا هذا استنطقوا القرآن كأنه يتحدث معكم كأنه كائن حي يتكلم معك وأنت تحاول أن تفهم ماذا يقول وما هي رسائله في نهج البلاغة عدة نماذج من هذا الاستنطاق العلوي للقرآن الكريم واحدة منها عندما تلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فتكلم علي عليه السلام انطلاقا من هذه الآيات المباركة خاض علي عليه السلام في الأبعاد المعنوية المرتبطة بهذه الآيات القرآنية نموذج آخر في نهج البلاغة عندما تلى قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ثم مجدداً الإمام عليه عليه السلام يقدم لنا مجموعة من المفاهيم الروحية المتعلقة بهذه الآية القرآنية القرآن الكريم جعله الله عز وجل للإنسان كتاب الحياة وكونه كتاب الحياة فهذا يعني أنه يجب أن نجعله حياً مفعماً بالروح ونحن نتلوه ولا نبقى عند حد تكرار كلمات القرآن الكريم بل أن نبحث فيه عن الحلول المختلفة التي يقدمها القرآن لمعالجة أوضاعنا ولرسم معالم حياتنا بحيث تكون حياتنا كما ترضي الله عز وجل ولكن المسلمين جمدوا القرآن الكريم وحصروه في دوائر محدودة وخاصة جداً ولذا خسروا تلك الأبعاد الكبيرة التي يقدمها القرآن والتي حاول علي عليه السلام بتلك الخطب الرائعة أن يقدم لنا نماذج في كيفية تدبر هذه الآيات القرآنية ألا إن كل حارث مبتلاً في حرثه وعاقبة عمله كل واحد عنده بستان أو قطعة أرض ويزرع قد ينجح في زراعته وقد يكون الموسم هذا وضالاً عليه كل الزرع يفسد أو تأتي سوسة أو يأتي النار وتأتي النار وتحرق الزرع أو غير ذلك من الابتلاءات يشح المطر بالنتيجة كل واحد يزرع ممكن إنه ينجح وممكن ما ينجح غير حرثة القرآن على كل حال أنت تنجح حرثة القرآن بأي معنى؟ بمعنى أنك تبحث في القرآن تنظر في القرآن تتمعن فيه تغوص في أعماقه تتدبر فيه ما رح تطلع خال الوفاض على كل حال أنت فائز وتحصل على الثمر فكونوا من حرثته وأتباعه واستدلوه على ربكم واستنصحوه على أنفسكم ابحثوا عن النصائح القرآنية التي من خلالها تصلحون أوضاعكم واتهموا عليه آراءكم خل كل رأي عندك كل فكرة كل معلومة عندك موضع شك ثم تبحث في القرآن يا ترى هذه المعلومة صحيحة أم أن القرآن يقول لك لا هذا خطأ أو معلومة قاصرة واستغشوا فيه أهواءكم يعني ضعوا أهواءكم موضع أنها تغشكم وتخدعكم ثم انظروا هذا الهوى متوافق مع الإرادة الإلهية كما يقول القرآن أم متعارض مع الإرادة الإلهية وحين ذاك خذوا قراركم في الإصلاح أو في الاستمرار على هذا الأمر في الليلة الماضية تلمسنا هذا الأسلوب عند علي عليه السلام عندما توقفنا مع الخطبة الثانية والعشرين بعد المائتين من نهج البلاغة والإمام كان يعلق على قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ووصلنا إلى المقطع التالي وإن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة يعني عنوان مسيرتهم في الحياة هو ذكر الله الارتباط بالله عز وجل دائماً الله على بالهم دائماً يفكرون في الله بحيث يبحثون عن مواطن رضى الله عز وجل ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين وكلما يجدون إنساناً بعيداً عن الله ينبهونه إلى ذلك يزجرونه عن الانحراف عن رضى الله عز وجل ويأمرون بالقسط ويأتمرون به وينهون عن المنكر ويتناهون عنه ما عندهم ازدواجية في الشخصية الإيمانية باطنهم كظاهرهم وظاهرهم كباطنهم كم من إنسان قد اسودت جبهته ولكن قلبه أسود من جبهته ما قيمة اسوداد هذه الجبهة وكم من إنسان لا يسقط المسباح من يديه ولكن يداه ملطخ بالمعاصي ما قيمة هذا المسباح الذي يدور في يديه ولو لهج ظاهرياً بذكر الله ولكن قلبه يلهج بذكر الدنيا وحب الشهوات ما قيمة هذا كله مسألة ليست مسألة الظواهر بل مسألة منطلقات حقيقية يعيش الإنسان في باطنه ثم تنعكس على الظاهر هؤلاء الذين يعيشون الازدواجية في شخصيتهم الإيمانية في حقيقة وجودهم قد يعيشونها نتيجة الغفلة قد يعيشونها نتيجة سوء فهم قد يعيشونها لأنهم اتخذوا هذا الأمر شعاراً لتحقيق غايات دنيوية معينة لخداع الناس بل إن البعض لديهم من الجرأة أنهم يتصورون أنهم يخدعون الله بذلك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أما النموذج الذاكر حقيقة يقول علي فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها هم ما زالوا في الدنيا ولكنهم في تصوراتهم في شعورهم في أحاسيسهم في وعيهم يرون الجنة أمامهم كأنهم يعيشون فيها يرون الآخرة أمامهم موقف الحساب موقف أن الإنسان يكون في حالة ذل في حالة خوف في حالة ترقب في حالة سرور هذا كله يتصورون أمامهم يعيشون وهم في الدنيا فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه وهو غيب وحققت القيامة عليهم عداتها والقيامة غيب ولكنهم وهم في الدنيا يعيشون هذه الحالة التي تتعلق بالبرزخ وتتعلق بالقيامة طيب هل يكتفون بما أنعم الله عليهم لا فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا وإنما يروحون وإنما يكونون يستغلون الفرصة إنهم يعظون الناس اللي قلوبهم مرتبطة بالدنيا متعلقة بالدنيا لنبهونهم لا عليها لنبهونهم إلى النتائج الإيجابية التي وصلوا إليها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون طبعا هذه المسألة ليست سهلة ولكنها البصيرة التي أنعم الله بها عليهم نتيجة أنهم أقبلوا على الله وعاشوا الله في حياتهم واحدة من الصور التي يعيشونها في الحياة الدنيا ما جاء في قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآن في مشهد الآخرة ينشر الكتاب وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى الآن اللي مرتكب جرائم يدري ماذا قدمت يداه في الدنيا يعيش تلك الحالة من الوجل والترقب والخوف هل سيفضحه الله هل سيعاقبه الله هل تمتد يد الرحمة وتنجيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ما فيه أي إضافة في هذا الكتاب ولا فيه نقصان ولا فيه أي شيء خلاف الحقيقة في هذا القرآن بل هو يصف الفعل والنوايا والغايات والنتائج كما هي وهذا ما يزيد من خوف المجرمين لذا فإن هذا النموذج المتعلق قلبه بالله المتوجل من الآخرة الوجل من الآخرة هذا النموذج في الدنيا يبادر إلى محاسبة نفسه من المحطات المرجو والمؤمل للإنسان المؤمن في ليلة القدر أن يتوقف عندها كما أنه يدعو كما أنه يستغفر كما أنه يتوب كما أنه يصلي ويتلو القرآن من المحطات في ليلة القدر أن يفتح الإنسان كتاب أعماله فيما قدمه من حياته أو في السنة الماضية وينظر ماذا قدمت يداه قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يفتح فيه هذا الكتاب ولا يكون الإنسان قد تاب من تلك المعاصي ثم ينشر ذلك الحساب ويفتضح الإنسان ثم يعاقب عليه من المحطات أن يبادر الإنسان إلى فتح كتاب أعماله في ليلة القدر ثم يستغفر الله منها ويتوب ويصلح ما أفسد فلو مثلتهم يقول علي عليه السلام فلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة ومجالسهم المشهودة وقد نشروا دواوين أعمالهم واقف بين يدي الله قائم بين يدي الله أو جالس على سجادته هو في ذهنه ينشر ديوان عمله وفرغوا لمحاسبة أنفسهم قبل يوم الحساب على كل صغيرة وكبيرة أمروا بها فقصروا عنها هذه الحالة كان يعيشها علي وهو علي وهو الذي تعرفونه أمير المؤمنين مولى الموحدين سيد المتقين علي الذي كان يعيش التقوى في قلبه وعقله وروحه وجوارحه كان يفتح ديوان عمله كل ليلة كل يوم ثم يقرأ في ديوان عمله ماذا قدمت يداه ويشعر مع هذا بالتقصير ويشعر مع هذا بالبعد عن الله فيتوجه بكله إلى الله عز وجل وتنهمر الدموع من عينيه رغبة في أن يغفر له الله تقصيره أمامه إذا كان علي يعيش مثل هذه الحالة فحري بكل مؤمن أن يعيشها وبالتالي يقول أمروا بها فقصروا عنها أو نهوا عنها ففرطوا فيها هذه الخطوة الأولى خطوة الثانية وحملوا ثقل أوزارهم ظهورهم يعني يتحمل مسؤولية ما قدمت يداه فيشعر بثقل هذا الأمر ثم بعد ذلك يبدأ بمحاولة التخفيف من هذا الثقل بالاستغفار والتوبة فضعفوا عن الاستقلال بها عملية صعبة شوف بأنه بنفسه ما يقدر لا يستطيع أن يتخلص من كل هذا الوزر فماذا يفعل هذا الإنسان المؤمن حين ذاك يتوجه إلى الله ويطلب من الله المعونة يا رب ساعدني أن أتخفف من ثقل أوزاري فضعفوا عن الاستقلال بها فنشجوا نشيجاً تبدأ الدموع تنزل يا رب أنا عاجز يا رب ساعة ساعتين دقيقة عشر دقائق يوم يومين لا يكفي إني أقول أستغفر الله وأتوب إليه أو إني يا رب نادم ما يكفي هذا لكي أتخفف من هذا العب فيبدأ ينشج الإنسان وتجاوب نحيباً كأن واحد من يبشي الثاني يبشي معه مثل الكورال الموسيقي عندما أحدهم ينشد الآخر يجيبه هكذا في هذا المجلس الإيماني عندما ينتحب أحدهم يجيبه الآخر لأنه يتفاعل معه وتجاوبوا نحيباً يعجون إلى ربهم من مقام ندم واعتراف نتيجة الندم ونتيجة الاعتراف علي عليه السلام هنا لا يصف ملائكة مقربين ولا يصف أناساً معصومين بل هو يتكلم عن المؤمنين كل إنسان مؤمن قابل أن يعيش مثل هذه الحالة ولكن المسألة تحتاج إلى قرار ونية وعزيمة وتحتاج إلى همة وعمل جاد ونية صادقة الآن تعالوا مع هذا المشهد لعلي عليه السلام وهو يعيش مثل هذه الحالة كيف نقلها لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد سنوات من استشهاد علي عليه السلام والأجواء كانت ملبدة بالغيوم ضد علي وشيعة علي والناس عدد كبير من الناس كانت قلوبهم بعيدة عن علي أو نافرة من عن علي بسبب الفعل الأموي في تشويه صورة علي عليه السلام يأتي هذا الصحابي وينقل لنا هذا المشهد ويرغم أنوف السامعين الذين لم يعجبهم هذا الكلام ولكنه يقول لهم هذه هي الحقيقة التي عشتها مع علي في أمال الصدوق بالسند عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير يعني ابن العوام وكان أحد المؤرخين وكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وآله قال كنا جلوسا في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فتذاكرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان يعني بيعة الشجرة فقال أبو الدرداء يا قوم ألا أخبركم بأقل القوم مالا وأكثرهم ورعا وأشدهم اجتهادا في العبادة كما أنا عايشت كما أنا شهدت طبعا هو صحابي كبير بالسن وهؤلاء اللي حوله عادة يكونون من التابعين أو من الذين ولدوا في فترة متأخرة من عهد النبي صلى الله عليه وآله فتشوقوا إلى معرفة من هي هذه الشخصية قالوا من قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال فوالله هشام بن عروة عفوا عروة بن الزبير يقول فوالله إن كان يعني ما كان في جماعة أهل المجلس إلا معرض عنه بوجهه كلهم لفويهم لعدم رغبتهم في سماع شيء عن علي عليه السلام يكون ثناء ومديحا ثم انتدب له رجل من الأنصار فقال له يا عويمر هذا اسم أبو الدرداء يا عويمر لقد تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها كلهم معرضين بوجوههم فقال أبو الدرداء يا قومي إني قائل ما رأيت وليقل كل قوم منكم ما رأوا شهدت علي ابن أبي طالب بشويحطات النجار الشوحط نوع من الشجر والنجار هم بن النجار اللي هم كانوا من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وقد اعتزل عن مواليه هذا في المدينة طبعا وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه واستتر بمغيلات النخل يعني وجد مجموعة من النخيل الوافر بحيث أنه يحقق ظلوافر يعني كأنه مكان مغطى جدا مظلم بعيد عن الأعين فافتقدته وبعد علي مكانه فقلت لحق بمنزله رجع إلى بيت فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجي وهو يقول إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقيمتك وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا بمؤمل غير غفرانك ولا أنا براج غير رضوانك يقول أبو الدرداء فشغلني الصوت واقتفيت الأثر فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام فاستترت له ما حبيت أني يعني أقطع عليه خلوته وهذه الحالة الروحية وأخملت الحركة هدأت فركع ركعات في جوف الليل الغابر ثم فزع إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى فكان مما ناجى به الله أن قال إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي ثم قال آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء بأن يأخذوه إلى العقاب ثم قال آه من نار تنضج الأكباد والكلا آه من نار نزاعة للشوى آه من غمرة من ملهبات لضى قال ثم أنعم في البكاء استغرق علي عليه عليه السلام في البكاء فلم أسمع له حسا ولا حرك فجأة صار هدوء تام فقلت غلب عليه النوم لطول السهر أوقظه لصلاة الفجر قال أبو الدرداء فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقى فحركته فلم يتحرك وزويته فلم ينزوي فقلت فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون مات والله علي بن أبي طالب قال فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم فقالت فاطمة عليها السلام يا أبا الدرداء ما كان من شأنه وما قصته فأخبرتها الخبر فقالت هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق ونظر إلي وأنا أبكي فقال مما بكاؤك يا أبا الدرداء فقلت مما أراه تنزله بنفسك فقال يا أبا الدرداء فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب هذا المشهد هو تطبيق عملي للكلام الذي ذكره علي في الخطبة تلك عندما يشرح تلك الآيات القرآنية بأن الإنسان يعيش استحضار مشهد الآخرة وأيقن أهل الجرائم بالعذاب واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فضاظ فوقفت بين يدي الملك الجبار قد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية فقال أبو الدرداء فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لقد أعطى علي عليه السلام كل حياته لله لقد أعطى علي عليه السلام كل ذاته لله عندما عندما دخل الأصبغ بن نباتة في اللحظات في الساعات الأخيرة من حياة علي عليه السلام بعد أن تلقى تلك الضربة الغادرة على يد ابن ملجم عندما دخل الأصبغ بن نباتة على علي عليه السلام وجد علي في تلك اللحظات وهو يعيش حالة الطمأنين التي عاشها في اللحظات الأخيرة من حياته في لحظات الوداع في تلك اللحظات كان علي يتألم إلى الدرجة التي ما كان بمقدوره أن يستقبل أحدا ولذا عندما اجتمع جمع من أصحابه ليدخلوا عليه وفيهم الأصبغ بن نباتة وسويد بن غفلة وغيرهم الحسن عليه السلام ردهم وقال لهم اذهبوا علي لا يستطيع أن يستقبلكم غادروا المكان إلا الأصبغ بقي في مكانه يقول الشيخ المفيد في روايته عن الأصبغ لما ضرب بن ملجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام غدونا عليه نفر من أصحابنا أنا والحارث وسويد بن غفلة وجماع معنا فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء في داخل البيت فبكينا فخرج إلينا الحسن بن علي فقال يقول لكم أمير المؤمنين انصرفوا إلى منازلكم فانصرف القوم غيري واشتد البكاء من منزله فبكيت فخرج الحسن عليه السلام فقال ألم أقل لكم انصرفوا فقلت لا والله يا ابن رسول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أن أنصرف حتى أرى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال فتلبث فدخل ولم يلبث أن خرج فقال لي أدخل فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فإذا هو مستند معصوب الرأس بعصابة صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه فما أدري أوجهه أشد صفرارا أم العمام فأقبلت عليه فقبلته فبكيت فقال لي لا تبكي يا أصبغ فإنها والله الجنة بالأمس عدت وأنت أكبر محتوى وعي وأضخم ما تخال ظنون فسألت ذهني عنك هل هو واهم فيما روا أم أن ذاك يقين وهل الذي رب أبي ورضعت من أمي بكل تراثها مأمون يا ترى هذه المعلومات التي تأتينا عن علي هذه القصص هذه الأحداث هل هي حقيقية أم هي تتحدث عن شخصية أسطورية أم هي أساطير تقال عن علي عليه السلام أي يمكن لإنسان أن يجمع كل هذه الفضائل أم أنه بعد المدى فتضخمت صور وتخدع بالبعيد عيون أم أن ذلك حاجة الدنيا إلى متكامل يهفو له التكوين ولربما الناس هم يتصورون علي بهذه الصورة ومع مرور الزمان وتراكم الأيام تضخمت صورة علي في الأذهان فطلبت من ذهني يميط يميط ستائرا لعب الغلو بها أو التهوين يا رب أنا لا أريد لا الصورة المغالية ولا أريد الصورة المقصرة في حق علي أريد أن أعرف الحقيقة عن علي حتى انتهى وعي إليك مجردا لا عقل قال لي هذه هي صورة علي عليه السلام لقد جمع تلك المكارم علي عليه السلام ولم يبالغ هؤلاء عندما نقلوا ما نقلوا من مكارم علي حتى انتهى وعي إليك مجردا ما قاده الموروث والمخزون فإذا المبالغ في علاك مقصر وإذا المبذر في ثناك ظنين وإذا بك العملاق دون عيانه ما قد روى التاريخ والتدوين وإذا الذي لك بالنفوس من الصدى نزر هذا الذي نعرفه عن علي قليل لا يمثل حقيقة هذه الشخصية العظيمة وإذا الذي لك بالنفوس من الصدى نزر وإنك بالأشد قمين ولقد عشقتك واحتفت بك أضلعي جمرا وتاه بجمره الكانون وفداء جمرك إن نفسي عندها توق إلى لذعاته وسكون رحم الله الشيخ الوائلي قائل هذه الأبيات اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم صلاة كثيرة دائمة يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة